اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهندس برين محلب اعتقد يعني زي ما اطلقوا عليها وزارة المقاتلين نتمنى ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم دائما ان طلقات المقاتلين تكون طلقات حية مش في شينك وان شاء الله ابدا مش هكون في شينك وابدا المستقبل مش هيكون ابدا وحش لا مستقبل جميل باذن الله كل المؤشرات الايجابية بتقول ان فعلا فيه عمل فيه جهد ملموس حسين وفيه مسؤول بيتلاحم فيه جماهيرية مصرية كلها عايزة مستقبل جميل احنا النهاردة بيسعيدنا ويشرفنا ويكون منورنا النهاردة في نهارك سعيب ونائل لايف سيارة الوقت محمد ايمن نائب محافظة القاهرة للمنطقة الهربية صباح الخير فاني اخبار حضرتك ايفاني كله تمام مشاكل المرور مع تصريحات سيد وزير النقل مع تصريحات سيدة اللوعة عدل لبيب مع جهد المحليات مع الحاجات الجميلة اللي احنا لمسينها وحسينها وشايفينها من خلال عمليات الرصف واحد بيفرح لما بيشوف عمليات رصف لما بيشوف عملية ازالة مطبط لما بيشوف جهدي ملموس بالنسبة لعمال النظافة فيه حركة وفيه دور نشط احنا نتمنى ليه الاستمرارية ما تبقاش مثلا مدة معينة يعني كلنا عارفين الاداء المصري وكلنا عارفين المراحل اللي احنا مرنا بيها قبل كده يقولك الغربة الجديدة لشدة وانها فترة وبتعدي احنا نتمنى ان ده يستمر احنا برضو ان شاء الله في نفس المنظومة وكلنا في تناغم واحد يعني من جانبنا زي ما سيتك تفضلت اعمال رفع الكفاءة الرصف الطابليت الانارة رفع الاشغالات متابعة الاعمال اللي هي من شأنها تقلل من الكسفات زي الجرشات فاحنا عندنا جرشات متعددة طوابق وجرشات مستحدثة جديد تحت الارض متعددة طوابق بس تحت الارض زي التحرير وبرضو فيه المشروع الجديد اللي هو بتاع جرش روكسي على ساعة الاف متر مربع بطاقة الف وسبعمية وده يعتبر احدث جرش من حس التقنية بتاعته الجديدة الف وسبعم سيارة ألف وسبعمية على تساعة الاف متر مربع بالإضافة طبعا إلى الساحات اللي احنا عاملينها يعني اجمال الساحات كل كلام على المنطقة الغربية اجمال الساحات اللي موجودة في المنطقة الغربية مية تمانية وربعين ساحة كل ساحة طبعا بطاقات مختلفة بالإضافة أن احنا عندنا سبع جرشات وتعددة طوابق عندنا جرش البستان وجرش الأبرى والعتبة وجرش الأزهر والترجمان بوصفه الجديد وطبعا التحرير واحد وتحرير اتنين اللي هو شغل وهو عمر مكرم بطاقة ستمائة عربية وتحرير اتنين خلاص ان شاء الله قربنا نستلمه يعني في تلاتين خمسة هنستلمه ده طاقته ألف وسبعمية عربية واربعة وعشرين أتوبيس بالإضافة للستمائة يعني حوالي ألفين وثلتمية واربعة وعشرين أتوبيس احنا عندنا أماكن تتسع سيارات القاهرة كلها لا ما نقول حضرتك احنا عندنا أماكن فعلا بتتسع لانتظار عدد من خمسة وعشرين إلى تلاتين ألف سيارة نحن في حاجة ماسة إلى أماكن لانتظار عدد سيارات لا يقل بأي حال من الأحوال عن خمسين إلى ستين ألف سيارة هل حنقدر نحن نخلق هذه الأماكن هل حنقدر نوجد هذه الأماكن خلال المرحلة المقبلة من خلال الجراجات أو من خلال استغلال الأراضي الفضاء إن وجدت أراضي فضاء في القاهرة الأراضي الفضاء نحن بتتحول لسحات والسحات دي برضو بيبقالها شروط وقواعد وأعمال برضو تأمين وحاجات زي كده بالإضافة للجراشات بالإضافة للنظام القديم أن الأماكن اللي هي زي الزمالك وجردن سيتي العمارات نفسها تحتوي على جراشات بالإضافة للجراشات الجديدة لمتعددة طواك وبعدين تيسيرا لكل الأمور دي فإحنا شغالين دلوقتي فيه منظومة جديدة هتبقى فيه إشارات وعلامات في الشوارع تبين الكسافات في كل جراش والطاقة الاستعابية وتوجه المواطن القائد السيارة أنسب حتة يركن فيها فين والمنظومة دي لجميع الجراشات متعددة طوابق وبعد الصحات الكبيرة زي صاحة عبد منع مرياض واحد واثنين إحنا شغالين دلوقتي والمنظومة شغالين فيها وهيبقى في الكنترول روم هيبقى في منطقة الأوبرا فالوحدة التحكم دي المركزية هكون في المبنى بتاع جراش الأوبرا مشاكل مرور في القاهرة الكبرى كلنا مهموين بيها وإحنا عايزين فعلا نكون دايما مهموين بيها من خلال بقى الخبرات ومن خلال المتخصصين ومن خلال المهندسين ومهندس الطرق أن احنا فعلا نجد الحلول الإيجابية يمكن عشان كده برضو مشاهدينا في الفترة الماضية عقد المؤتمر الدولي الثاني لنادي السيارات والمؤتمر كان برضو للسلامة المرورية على شبكة الطرق ممكن لو كان لقطة الخاصة بالتقرير جاهزة ممكن نعرضها ممكن هنشوف يعني فيه تقرير معنا برضو عن هذا المؤتمر يعني أنا عايزة أقول أن احنا فعلا كلما اهتمينا كل يوم وكلنا بمشكلة المرورية أعتقد حيبقى فيه معدلات ارتفاع في إنسابات حركة المرور نشوف التقرير مع حضراتكم أم بيكم نهاردة في المؤتمر التاني لنادي السيارات والرحالات هنشوف المؤتمر النهاردة بيتكلم عن إيه غير سلامة الطرق موسيقى احنا في المؤتمر الدولي الثاني للسلامة على الطرق اللي يعقده نادي السيارات والرحالات المصري وبرعاية من وزارة الداخلية وزارة السياحة وزارة النقل وزارة التعليم العالي فيه نخبة كبيرة من العلماء والمتخصين في مجال النقل والمرور وحوادث المرور إن شاء الله نقدر نطلع بتوصيات علمية وعملية وأعتقد الألنية واضحة تماما والإرادة السياسية واضحة من كلمات سادة الوزراء والمسؤولين إن توصيات المؤتمر إن شاء الله تلقى صدى جامد لدى كل هيئات الدولة الحكومة والمنظمات المجتمع المدني أيضا المشاركة إن حوادث الطرق أصبحت مؤلمة لنا جميعا أهم مرحلة في النقل الجماعي هو مترو الأنفاء إلى أن تتم الخطوط الرابعة والخط الرابعة والخط الخامس اللي احنا بنقرأ عليهم من الوقت طبعا هي المشكلة إن هم محتاجين إلى اعتمادات مالية عالية جدا ممكن إن نساهم إحنا للأسف اتبعنا عكس العالم كله في إن احنا لغينا شبكات الترام لغينا شبكات المترو اللي هي وسائل النقل السطحية مش ضروري دايما وسائل النقل الجماعية تبقى وسائل نقل أندرجراوند لأن طبعا تكلفة إزالة المرافق أو تحويل المرافق وإنشاء خط المترو بتبقى عالية يعني الترام القديم ده كان تكلفته أقل من المترو للسابوي؟ بكتير بس لابد عشان أزود فعليته إنه يبقى معزول عن حركة النقل الأخرى ما يبقى على نفس خط الترام ألاقي عربيات متوقفة أو بتهدي سرعتها أو العالم بيلجأ إلى أنه يعمل عزل لمصار الأوتوبيس أو الترام في تفكير في وزارة النقل في موضوع السوبر ترام اللي هو مسارات بترام سريع ويعطى أولوية عند التقاطعات وزي ما أنا قلت يبقى معزول عن بقية شبكة النقل العام لحاء السلامة في الطرق إن إحنا نعرف إيه هي الأسباب اللي ليه عندنا 13 ألف واحد بيموتوا سنوياً في الطرق إيه تشخيص الأسباب دي إيه؟ ونعالج هذه الأسباب وإن الدولة تدي اهتمام بهذا الكلام الدولة اهتمت بحواد السك الحديد وصرفت مليارات في مزلقنات لما مات 58 واحد خلال السنة اللي فات إحنا بيموت أكتر من 13 ألف واحد سنوياً والدولة لسه لغاية النهاردة مش عايزة تتدخل ولا تصرف أي فلوس ولا تحط أي استراتيجيات ولا أي سياسات للحد من حوادث الطرق إحنا معروف عشان نقلل حوادث الطرق معروف الحلول إيه ولكن للأسف الدولة متنفزهاش إيه دكتر الحلول؟ الحلول إن إحنا عندنا أكتر من 50% من الحوادث سببها الشاحنات و 62% من القتلى هي بسبب حوادث الشاحنات يبقى أنا المفروض إحنا المفروض على طول مباشرة عندنا نسبة شاحنات علي على شبكة طرق بتاعتنا لا يسلح معها إن أنا أخلي الشاحنات تمشي في الحارة اليمين لأن هذا الكلام غير علميا غير سليم لأن الحارة اليمين طاقتها القصوى نسبة شاحنات 6% يبقى إذن لابد أفصل الشاحنات على طرق منفصلة والنهاردة كنا معاكم في المؤتمر الثاني اللي منظموا نادي السيارات ورحلات المصري وكان بيتكلم عن السلامة للطرق نهارك سعيد خلود الفئي استراتيجيات وخطط وخطط طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل وكثير من التوصيات نفذ لكن الأكثر والأكثر والأكثر لم ينفذ دي حقيقة إحنا مش عايزين كلام لمجرد الكلام إحنا عايزين كلام وفعل وتنفيذ ويمكن أنا بقولي الكلام دليل لأن المرحلة فعلاً اللي احنا بمر بها دلوقتي شايفين المسؤولين كلهم رئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء موجودين في الشارع جميل التلاحم جميل شايفين وحسين عشان كده إحنا اللي ببتقول الاستمرار لأن إحنا من جوانا عارفين إن ده بيأخذ فترة وبترجع لي معادتها القديمة لكن إحنا فعلاً مع المهندس برين محلب ومع السيادة اللي هو عدل أبيب ومع الدكتور برنيم الدميري إحنا كلنا ثقة بإذن الله في إن إحنا نخرج من كل المشاكل وإن إحنا ننفذ التوصيات اللي بتقول عليها المؤتمرات سيادة اللقاء محمد أيمن نائب محافظة قائلة تعاليك حضرتك على التأرير هنعل على آخر حاجة تقالت إن الحكومة ما بترعيش بعض الأمور أو ما بتحلش المشاكل تعليق على موضوع الشاحنات إن الحكومة راعت وشغالة وقريباً جداً هيتم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ميناء القاهرة البري للشاحنات أو البرضات اللي قائمة عليه الشركة الزهبية للنقل البرضات أو الشاحنات المشروع ده مقام عند علامة الكيلو 53 وهو بطاقة 500 شاحنة المرحلة الأولى والمرحلة الأولى دي عبارة عن الباركينج بتاع الشاحنات يسع 500 شاحنة بالإضافة إن فيه دائرة جمركية في وحدة مرور فيه جامع فيه كافيتيريا فيه مكان للخدمات سواء الفويل أو أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للشاحنات بالإضافة إنه هو برضو فيه وحدة لأعمال النقل الوسيط وفيه كمان الأعمال المراجعة زي حجر زراعي حجر بطري وهكذا فالمشروع متكامل بكل عناصره ويعامل معاملة المينة زي زي أي مينة بحري أو مينة جوي فهو ميناء بري وهو ده أول مينة بري للقاهرة وإن شاء الله قريبا هيتم افتتاح المرحلة الأولى من المحتمل يعني أن يكون 25 أبريل ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية المرحلة الثانية تستكمل وهتكون برضو بطاقة 500 شاحنة وبعض المنشآت الخدمية الأخرى زي متلات للإقامة بتاع أصحاب الشاحنات كلام حضرتك كلام جميل جدا برضو ده يتواكد مع التصفحات الأخرى اللي خارجت من وزارة النقل واللي بتأكد أن هناك اتجاه واتجاه قوي جدا وجدي في إنشاء شركة استثمارية عالمية للطرق للطرق الحرة وربط الطرق الحرة وربط شبكة الطرق بالمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة كل دي اتجاهات وكل دي أفكار إيجابية بتاخد خطوات تنفيذية بس إحنا عايزين اللي يكمل عايزين اللي يكمل لكن حكومة تنشي وحكومة تيجي وبعدين الحكومة اللي تيجي تيجي من أول السطر لا إحنا عايزين يبقى فيه السراتيجات إحنا دولة مؤسسات من هذا المنطلق يجب أن نعمل واجب أن كل واحد بيجي بيكمل مع اللي قبليه برضو بروح مع حضرتك أن فيه كتير جدا بنصطدم بمشاكل بتقابلنا في التطوير والتحديث والمشروعات وكل الكلام الجميل اللي احنا بنتكلم فيه ده بيصطدم بالعشوائيات العشوائيات اللي بتتسبب بشكل أو بآخر في وجود معوقات للحركة في موجود لحركة الفكر نفسه العشوائيات يعني عايزين نقول لها قنبلة موقوتة زي ما المنشتات دائما فيه الجرائد اليومية بتطلع وتتكلم يا طرق العشوائيات احنا بنتصدى لها ازاي علشان نقدر نعمل عملية تهيئة مناخ جميل لأداء مروري أجمل خلال المرحلة المقدمة اوأ احنا برضو مش عاوزين يكون فيه عشوائية في المرور او عشوائة الشارع يعني مشروع البرضات ده أساسا هدفه أمني وهدفه منع الكسافات المرورية واختناقات المرورية لأن الشحنة الوحدة تتجاوز العشرين متر بالإضافة لتأثيرها على حالة الطريق نفسه نتيجة معامل الاحتكاك والوزن الكبير كل الأمور دي احنا لقينا ان المينة ده هيحقق أمن وكنترول على البضائع والشحنات سواء الجاية او الخارجة وفي نفس الوقت برضو هيحقق رواج او يعني حركة كويسة للبضائع والتجارة فده كويس أما بقى للمناطق العشوائية فالعشوائية دي تنتج نتيجة انها أماكن غير مخططة مش داخل لها مرافق بناء بدون ترخيص من هنا تأتي العشوائية مع مستوى متدني من المرافق او بتأتي المرافق اكتباعا بطريقة برضو مش مخططة صح فبينتج عنها المشاكل اللي احنا شايفينها دي فاللي احنا شايفينه ده في منشط ناصر طبعا ده بناء في الميول للهضبة الهضبة حصل فيها تفلقات التفلقات دي يعني ممكن نهاية تؤثر على حياة المواطنين لأنهما تواجدوا في أماكن خطأ من جانب المحافظة طبعا المحافظة وجهت الناس أن الأماكن دي لابد من إخلقها وإزالتها فعلي حرصا على حياتهم رغم أنهما بنيين على أملاك الدولة و منتج من عمليات التطوير إمتى ستناك الأساس الأول تطوير العشوائيات الأساس الأول المحافظة شغالة في التطوير والأساس أنه رغم كده وفرنا العمارات والسكن الصحي الملائم المزبوط ووسيلة المواصلة التي تنقله والمدرسة التي تستوعبه وكل شيء يعني البدائل على مستوى جيد كل حاجة المنطقة نفسها العشوائية من المنتظر أننا نقول أننا تم إزالة المناطق العشوائية وتم تطويرها قدامنا كم سنة نحن شغالين بمعدلات عالية جدا نحن دلوقتي نبني في منطقة الأصمارات على أربعين فدان ليهم برضو لقاطيني منطقة منشية ناصر خمس تلاف وحدة سكنية الحكومة مش ملاحقة برغم كده طبعا الوحدة السكنية بتتكلف من ثمانين لمائة ألف جنيه مش ملاحقة عشان بي طرقمات سيادة النائب طرقمات سنين طرقمات من سنين وبرضو الاستجابة ما فيش استجابة بالنسبة للمواطن يعني إحنا دلوقتي حرصا على حياته رغم أنه هو متعد على أملاك الدولة وفرنا له السكن ووسيلة المواصلات وكل شيء وقولنا له هتروح هتلاقي المسكن الصحي رافض برضو يسيب المكان عملنا التفاوض معه وقعدنا وبرضو مصر وكتب على نفسه أقرار إحنا هنموت هنا الموضوع طبعا تم رفعه للسيد المحام العام وأصدر قراره إن الجهة الإدرية وشأنها وينتدى السيد مأمور اسم منشيط ناصر للتفاوض وأقنعهم وفي حالة الرفض يتم تحرير المحاضر بناء على المحاضر التي تحررت تم رفعها تاني للمحام العام وصدر قرار نيابها بتشكيل لجنة من كلية هندسة عينشامس تقوم بأعمال الدراسات الجيوط التقنية والجيوط الفيزيقية والوصول إلى حلول هندسية يكون من شأنها إزالة الخطر الداهم على المنطقة وتأكيد إن كانية إخلاء القاطين المنطقة من عدم فيه ملفات عديدة ومتعددة كنا عايزين نفتحها مع حضرتك ملف مهم جدا وملف البعض جائلين وملفات أخرى خاصة بتطوير الأداء وتحسين الخدمات المرورية وحضرتك بترقص هذه اللبنة لجنة تحسين الخدمات المرورية في القاهرة يعني كلام كتير جدا لكن برضو الوقتنا امتهى معايا المخرجة العزيزة بتقول إنه خلاص الوقت خلص شكرا نفاني لكن برضو عايزين نقول اللقاء قد يكون انتهى ولكن بإذن الله اللقاءات متجددة دائما مع حضرتك شكرا نفاني مشاهدين الشكرا لحضراتكم ودائما ناي لايف ودائما نهارك سعيد هو البوابة التي نطل منها والتي نخرج منها دائما على كل جديد في الشرع المصري شكرا نهارك سعيد